السلام عليكم معاكم معتز يا رب تكونوا بخير المرة دي يا شباب رجعت لكم فيديو جديد ومهم جدا وهي شباب صورة اللي يلاعب من داخل الاصدار اللي هو 100 من بيس 2000 و 2000 طبعا بعد الشائعات بتقول كده وبنسبة كبيرة هي صح لانه خلاص الصورة دي نازلة من كونامي حاليا هي صورة اللي بيني تلاعب فتح اللي شباب نتعرفوا على التفاظين دعا لا افتح ان افتد رجعت و ملاحظت طبعا كما انو كما ترى صورة اللي عبود الدمين الصورة ليت انتشرت امبارئ مبارئة قمة طبعا في الدوري الإيطالي الصورة من داخل ايفوتبل طبعا بما انو نذي نابولي و ايفوتبل شركاء فنشروا صورة حديثة من داخل لعبة ايفوتبل طبعا في صفحات كتير عرب والجانب يقولون الصورة للعب من أخر اصدار اللي عبية ايفوتبل هو التحديث 1-0-0 يقولوا ممكن وفي ناس تقول لا ده اكيد الوقت هنتعرف بشكل رسمي هل ممكن او لا وهل في تطوير في جسم اللاعب هنقرنو دلوقتي مع جسم اللاعب في الاصدار الاول للاعبة الفوتبل هنشوف هل في تطوير فعلا ولا لا وطبعا هقول لكم رأي في الاخر طيب ودي اول صفحة عربية زي ما انتم شايفين صفحة العبها بيقولوا مقارنة بين الفوتبل وفيفا 22 لنفس اللاعب اول رأي مثلا خلاص من أ시� اى صفحة العب يقول ان رسوميات ايفوتبول تبدأ الفضل من إصدار الحالي ويقول واضح انه في تطوير وبينيج جسم اللاعب افضل من الاصدار الحالي و هنا كمان صورة اخرى كما انت تشاهدون هل تحسن اللاعب? هل تحسن عن السبق من وجهة نظري؟ نعم انا شايف انه في تحسن و هنا هنا صفحة عربية يقول يمكن ملاحظت الكثير من التعدلات التي تمت على هايكا لللاعب ويقول اتوقع انه هنشوف المزيد في الايام القادمة دلوقتي اللحظة المهمة تعالوا بقى نقارن مبين جسم اللاعب في إصدار قديم من فوتبول والإصدار اللي هو المفروض الإصدار في الحال اللي هو أحدث إصدار منها طيب خلان نبدأ المقارنة زي ما انتم شايفين اللاعب ده طبعا الصورة الحديثة لنفس اللاعب لعلى الشمال الصورة القديمة لنفس اللاعب التعدلات الشباب أول حاجة تمكن تكون لحظتها وهي الكتف بتاع اللاعب الكتف اليمين واليسار واضح إنه المطورين ركزوا عليهم بشكل كبير وزي ما انتم شايفين زبطوهم أكتر هنا تحس إنه كتفوا هاجعين لتحت لكن هنا على اليمين زبطوا الجسم بتاع اللاعب وكمان لو تلاحظوا هنا إن الإيد بيجيت أنحف شوية شباب لو منحظين لكن طبعا تفاصيل دي سواء أنحف أو وزن أكتر يعني بتعتمد على صورة اللاعب في الحقيقة لكن هنا واضح إنه بالصورة الحديثة اللاعب دراع اللاعب أنحف من اللي هي على الصورة اللي على الشمال اللي هي الصورة القديمة برضو كمان لو تلاحظوا دي ملاحش طبعا علاقة ببينة جسم اللاعب لكن هنا قصدي بتكلم على التشيرت لو ملاحظين يعني دي في الصورة القديمة هنا التشيرت تقريبا مكان شي كامل مش عارف مرؤوا لكن هنا ضافوا الإعلانات اللي هان مفرد تكون موجودة على الزي الرسمي لنادي نابولي وهي كمان يا شباب اللي لفات برضو اللي ممكن تشافوها وهي رجل اللاعب زي ما انتم شايفين هنا تحسوا انه الجسم بتاع اللاعب مش مزبوط خالص على اليسار لكن هنا الوقفة نفسها زي ما انتم شايفينه وبصت اللاعب محرك الإنرا اللي شباب بصراحة رهيب جدا 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 وزي ما انتم شايفين انه كمان في ناس كثيرة ممكن ما تعرفش تفرق دهال دي حقيقية او لعبة بصت اللاعب شوفوا شباب على عيون اللاعب الواجه نفسه الصورة ممتسش جدا وده هو ده محرك الإنرا الانجت فبس يا شباب هنا زي ما قلت لكم هو ده الفرق اللي انتم شفتوه حالين طبعا في فروقات تانية ممكن انتم تكونوا ملاحظينها هنا واضح انه جسم اللاعب في الاصدار القديم مكانش كويس لكن في الاصدار الحالي او الاصدار الجديدي اللي هو مفروض انه ينزل وكمان لسه مانتوش منه يعني لسه هو ما مقالوش امتها ينزل واضح انه هنا افضل بكتير بصراحة طيب رأي الشباب اللي حصلت كله هو اولا هل في تطوير جسم اللاعب او لا طبعا في تطوير ممكن كلكم لحظتو دلوقتي طيب في لعبين كتير دلوقتي يقولوا يا معتز هو ده يعني التطوير اللي احنا كنا مستنينه استنين ربع شهور عشان نشوفه انه لاعب خلاص لا طبعا لسه التطوير الكبير احنا منتظرينه انهم هيضيفوا الاطوار انه يبقى فيه تعدلات كبيرة كبيرة على الجيمي بلاي او انهم هيحلوا كل المشاكل الموجودة حالين تبقى لعبة قبل اللعب وطبعا تحسينات الرسمية هوا ده الكلام اللي احنا منتظرين لكن المطورين طبعا حيه طبيعي جدا انهم يعدلوا على اكسام اللاعبين ودي يعني حيه مهمة جدا انهم شوفنا صورة حديثة لجسم اللاعب من داخل اصدار 100 فهذه كل القصة لسه النسخة الكاملة احنا ما شوفناهاش اللور الرسميات والجيمي بلاي لا لسه لسه ما شوفناش اي حاجه من ده كله فده فقط صورة لجسم اللاعب من داخل اللاعبه متدلش على اي حاجه ابدا بس كذلك يا شباب اكون مصد ترية الفيديو اتمنى كل الفيديو عجبكم شكرا اعدام شكرا مشاهدة وستنوني في الوضعات القادمة ويسلام اشتركوا في القناة